حابين نعرف اليوم ده أو بعض الأحداث اللي قدسك ممكن ما تغيبش من عن بالك في هذه اليوم أو في هذه الفترة يعني الحقيقة دي كانت فترة جميلة جداً في حياة الكنيسة شرف ربنا بيها كنستنا العضرب الزتون بزهور والدة الإله اللي كان ليها أكبر الأثر في نفوس الناس كلها وكان الواحد يبقى نفسه أنه هو يشارك بأكبر الخبرات وتواجده ولكن كل ما بتتعاد علينا الزكرة الحلوة العطرة دي بفتكر بعض الأحداث اللي أنا مريت بيها شخصياً وكان سني مش كبير ساعتها كان سني أربع سنوات وشهرين فكان تعرض عمي لإصابة شديدة جداً عمل على أساسها ثلاث عمليات والثلاث عمليات دول فشلوا لدرجة أنه هو راح لكبير الأطباء وجراحين وابتدى أنه هو يعرض عليه المشكلة اللي بيعاني منها ده قبل الزهور قبل الزهورات أولا عشر وستين أسناء تمانية وستين نفس السنة يعني وفي سنة تمانية وستين أما تعرض للمشكلة دي لدرجة أنه هو دكتور ما طمنوش وقال له العمليات صعبة جداً وطلب تكاليف باهزة جداً وقال له أنه هيصعب أنه هو يخرج منها سليم لدرجة أنه نادى والدي وابتدى يوصيه وحضنوا بعضه وبكوا والمشاهد دي كانت عالقة في ذهن الواحد وتأثيرها العميق في نفس الواحد لحد الوقت اللي حاضر إحنا فيه وابتدت ظهورات العدرة وكان عامي المفروض تاني يوم هيخرج عشان يعمل العملية ابتدى على الساعة تلاتة الصبح شاف ظهور نصفي للعدرة في حجرته وحد واقف قدامه بيقول أمين فقال أمين تلات مرات وقام وشوفي تماماً من كل ما اعتره أما راح للدكتور تاني يوم الدكتور ما كانش مصدقه وقال ده أنا كل واحد ييجي يقول لي أنا حصلت لي معجزة ومش عايز يعمل العملية أنت عايز تسترد الفلوس ما فيش فلوس هترجع لك وبعد ما قال له كده لأنه ما كانش بيؤمن بالظهورات إلا أن في نفس اليوم ده تقرر مع معجزتين الأولى كانت لطماف قريني والتانية كانت مع عمي اسمه ماجدي مخايل فما شاف قال له مش ممكن يكون ده حاجة إنسانية أو لو أنت قلت لي عملت عملية مش ممكن ترجع لحالتك الطبعية بالشكل ده زي المنظر اللي أنا شايفه وساعتها ابتدنا كل العيلة طبعاً اتلفت حواليه وبتدت تهلل وفرحنة جداً وقال لازم يجي يذكر المعجزة بتاعته تناسة العضرب الزتون اللي كانت بتتوالى فيها الزهورات في اليوم ده جينا وكانت الدنيا زحمة جداً بذكرها كأن الواحد لسه معصرها كان ساعتها نيافة الأنبة شنودة أسكو في التعليم هو اللي بيتكلم وبيقول العزة وهو بيقول العزة بعد ما خلص العزة نادى عمي وخلاه يقف في الميكروفون ويقول على المعجزة اللي حصلت معاه وبعد نهاية المعجزة لقينا تسقيف وزغريش والناس وقفت وابتدت تسبح وابتدت تمجد ربنا وبصينا في الأوبة البحري لقينا زهور نصفي للعضرة بالشكل اللي شافها هو بيه ولدرجة عمي الأيكونة وخلا نيافة الأنبة شنودة أسكو في التعليم يدشن هالو مخصوص عشان نفس الصورة اللي هو شافها في ساعة معجزة الشفاء يعني بعد ما حكى المعجزة وحكى المشهد اللي شافه والصورة اللي شافها فعلا هي اللي شفناها كلنا طبعا الواحد كان صغير ما كانش عارف الهتفات اللي طلع وده طبعا أكبر حدث إنه هو يعني الناس اللي كانت يعني متشكك ساعتها أو حاجة ده أكبر حدث يعني ده كانت حاجة جبيرة جدا وشاهدناها كلنا وكانت فرحة جبيرة لحد وقت نياحته كان بيصوم سوم العضرة من أول شهر تمانية لحد واحد وعشرين ويصوم لحد النجمة كندر ندره للعضرة بعد هذه المعجزة الجميلة